اعتلكم بفيديو جديد ومقطع جديد وقصة جديدة يا رب تستمتعوا وتستفيدوا منها وقبل ما نبدأ لا تنسوا تدعموا قناتي بلايك وشير واشتراك وحطوا لي كومنتات لطيفة زيكم وقبل ما نبدأ لا تنسوا تصلوا عن النبي عليه الصلاة والسلام ويلا ما اطول عليكم خلونا نبدأ القصة تقول صاحبة القصة بداية كانت نعمة الجمال اللي وهبني يا ربي هي النقم اللي عانيت فيها انا لما كنت في الثانوي والعرسان يتقدموا لي وانا ارفض لاني اعشق التعليم وحلمي اني اكمل دراستي كنت ارفض في اجواء مشحونة بالهوشات والمغثة والضرب احيانا ابوي كان يبي يزوجني لاني عنده مبدأ البنت اذا كثروا عرسانة وتستمر هي بالرفض ما رح يتقدم له احد بعد كذا المهم انه بعد ما اتخرجت بكذا سنة وبعد ما درسته بنجاح تقدم لي ولد عمي فوافقت باقتناع وعشت اروع لحظات حياتي في شهور الملكة وبعدها صار الزواج اللي استمر لسنوات والحمد لله من خلالها وهبني الله طفلين لكن كلما عدت سنة قلت مشاعر زوجي لي وصار يذب علي بالكلمات وبالرغم اني قاعد احاول اهتم بنفسي الا اني سمنت ووزني زاد وكل الرجيمات والتعب النفسي ما فادت بشي زوجي مستمر بالتنمر علي مرة يقول وين جسمك اول ومرة يقول شوفي هالممثلة كيف جسمك كأنها ما تاكل وغير وغيره من التجريح وانا زي ما يقولون بالعة وساكتة ليش لاني احبه وصل الموضوع انه يبعد عني شوي الان صرت انام جنبه كأني مو موجودة جسمي خرب وراحة الرشاقة وسمنت كثير جسمي مليان سوليلايت والسمنة زادت بعد عملية استئصال المرارة زمان زوجي انهبل عشان يتزوجني عشان جمالي وجمال جسمي انصدمت لاني كنت احس بان الحب مو للجسم بس المهم سمنت جسمي صار مترهل في كثير من الاماكن وزاد التنمر وكلام التجريح والنقص والكلمات الجارحة والسب احيانا الان جاء اليوم اللي سمعت فيه انه تزوج وكانت الصدمة قوية صدمة خلتني افهم ليش زاد التنمر عليه وكلام الجارح صدمة خلتني افهم ان الرجل يبيعك حتى لو كان ولد عمك من لحمك ودمك حتى ولو كان في يوم يعشقك صدمة خلتني اندم باني ضحيت برشاقتي ووظيفتي ودفاعي عن نفسي عشان رجل تخليت عن اهتمامي بنفسي عشان تربية الاطفال كنت اقوم اسوي اي شي عشان ارضيه حتى لو كان هو المخطئ والنهاية وبعد الاهانات باعني لانه يدور عن جسم جديد رشيق هنا صرخت وقلت لا وقلت ما انا بزيادة اهانة جمعت مني اللي تبقى من كلامتي المبعثرة شوي مع شوية ملابس وملابس اطفالي وقلبي مليان الم ودموع وقهر ملت وجهي ورحت لبيت اهلي تخيلوا انا خارجة يقولي انثبروا ببيتك ورب عيالك ورح احاول اعدل بينكم طبعا بعد طلعت من البيت حلفت ما اشوفه ولا يشوفني فكان ابوي مع اخواني يوصلولي كلامه وينقلوله كلامي رفضت اقابله ورفضت ارجاله هددني ياخذ اطفاله فقلت بكل بساطة خذهم عادي لاني عارفة انه الشخص التافه اللي يدور عن الجمال الخارجي لهذه الدرجة ما رح يتحمل تربية الاطفال ولما شاف اصراري قال بالحرف الواحد بالطقاق ورح يعيش حياته تاركني اتجرع المرارة والحزن ومن لحظة ما راح بدأ الاصرار على التغيير وبدون رجيم خليت اكل كله بر ونخالة ونسيت شيء اسمه خبز ابيض الرز مر بالاسبوع بكمية قليلة وما ارجع اكل الرز بنفس الاسبوع اشرب موية كثير تقريبا كل ساعة او ساعتين كاس وعلى الريق موية دافية سادة او مع عصرة ليمون اشرب قهوة قشر طوال اليوم وقبل او بعد الاكل بنص ساعة اشرب شاي اخضر الاكلات اطبخها بزيت زيتون مسحت الغبار عن سير كهربائي في بيت اهلي كان لاختي قبل زواجها وداومت على السير لمدة نص ساعة الى ساعة يوميا واحيانا امشي في سطح بيتنا واشتريت سيكر رياضي بعد شهر واضفتوا للسير كنت استخدم القهوة التركية والعربية افرك السلليت مع خلة تفاح والليمون وبدأ مع البرنامج الغذائي وزني ينقص بشكل ملحوظ وصرت استخدم ماسكات وزيوت لشعري اللي فقت جماله مع الحمل والولادة اهتميت بكل شيء بداية من شعري الين اخمص رجلي وكل ما تعبت وحسيت بالضعف اروح اطلع بطاقة زواج زوجي اللي وصلني من وحدة من صديقاتي زوجها صديق زوجي اقوم امسح الدموع عن خدي واروح للميزان وابتسم وانا اشوف وزني ينزل شوي شوي اتحمس للخطوة اللي بعدها وسجلت في نادي رياضي ومن خلاله تعرفت على صديقاتنا السون التفكير باللي صار لي وكمان لقيت اللي وظيفة في بنك والراتب الحمد لله اكثر مما كنت تحلم فيه ومع النادي والوظيفة وتربية الاطفال نسيت انه معلقة ونسيت اش يعني المرأة بلا زوج والنتيجة يا اخواتي بعد تسعة اشهر خلالها زارنا زوجي ثلاثة مرات يطمن على عياله بدون ما يسأل عني النتيجة كانت بلسم لجراحي نزل وزني من 82 الى 50 صار اقل من وزني قبل الزواج حقيقي المرأة لما تنقهر تقدر تسوي معجزات واحلف لكم ان الوزني اللي وصلت له كان مبهر لعيني لاني امتنعت عن الميذان في اخر شهرين وجسمي والحمد لله صار مشدود لان الرياضة مع كثرة شرب الموية هي كالسحر وهذا اللي اكتشفت بنفسي بالرغم من اني قريت كثير من التجارب حتى بشري وشعري صاروا اكثر صحة وحيوية وشعري اللي من اتزوجت وانا اقصه طويل وصار لنص ظهري نحفت لدرجة صرت البس من تيشيرتات اختي بثاني ثانوي وهي تقول اذيتيني على ملابسي ليتك تجعين تسمنين وتفكيني وجاءت اللحظة اللي كنت احلم فيها يا الله قد ايش حلو الانتقام الانتقام اللي عشانه ما طلبت الطلاق كانت زوجة زوجي عند اهله وكانت حامل في الشهر السابع بسبب هوش صارت بينهم الله يا الدنيا انا كنت اصبر عليه وعلى غثاثته ولا عمري تركتله البيت بحجة اني زعلانه الحين جات الزوجة اللي خلته يتذكر الماضي ويندم المهم جاء لبيتنا عشان يشوف عياله كالمعتاد فقال له اخوي ام فلان تبيك بكلمة راس فقال مباشرة اذا تبي فلوس ما عندي ابتسم له اخوي وقال فلوس ليش ما دريت انها متوظفة وراتبة اعلى من راتبك وبعد ما شاف العيال وخرجوا من عنده انتظر وانا متأكد انه تفكيره كان كيف قدرت اتوظف وانا كان كل ما قلت وظفي اقول الاطفال المهم دخلت عليه تسبقني ريحة عطري ولبست النور الجنز يبين جسمي وقميص يبرز خصري وشعري متموج على ظهري وعلى جوانب وجهي بشكل عشوائي وبمكياج خفيف وكمان اعرف انه يحب الاضافر الطويلة تبين مدى اهتمامي بنفسي وصدقوني لو اعيش مية سنة ما انسى ملامحه وشكله لحظة دخولي وقته المسكيني حسبني واحدة ثانية دلست في قمة النعم وانا اطالع له بازدراء وقلت بصوت هادي لو سمحتني ان فضلك طلقني حرفيا تغيرت ملامحه مية وتمانين درجة وهو يقول افا بعد هالعمر والعشرة وبين الاطفال انا عارف اني غلط بس خابر قلبك كبير وطيب قلت بهدوء اها طيب بشرط قال كل شروطك مجابة قلت اطلق زوجتك الثانية قال بسرعة والله حتى بدون تفكير اطلقها ضحكت وقتها من قلب وقلت باستهزاء طيب لو فرض انسمنت ثاني مرة وقصيت شعري واضافري بتتزوج وبيتطقاك طبعا فيهمها وبلم وفي تنهيدة ندم سمعتها شفت غاليلي قمت بهدوء للباب وفتحته ونظرت فيه بقوة وكبرياء وقلت رجائم بدون مشاكل ورقة طلاقي توصلني اطلع برة المقابلة انتهت وما انتظرت خروجه طلعت من المجلس وهو لازال في اللا واعي يمكن انا حلي ما كان حل سليم لكن كان الحلي اللي شفه غليلي ومن ثلاثة شهور استلمت ورقة حريتي بعد صولات وجولات من اخواني معاه الحمد لله اعيش براحة نفسية ولا ادري اذا بعيد تجربة الزواج مرة ثانية او لا لكني متأكدة ما رح اعيد السمنة ابد نصيحة لوجه الله لا تسكتين على الاهانة والتجريح ولا تتعودين على التنازل دائما امزج في حياتك بين اللين والشدة بين التسامح والصرامة واسأل الله لكم حياة سعيدة ومستقرة لا تنسوني من دعواتكم بس انتهت قصتنا اليوم